كما نظمت جمعياته رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف قوافلة مساعدات لأهالي قرية أبو الغيت بمركز القناطرة الخيرية بمحافظة القليوبية تضمنت القافلة توزيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية على الأسر الأكثر احتياجة وأيضا تركيب وصلاة مياه وخدمات متعددة أخرى وذلك كله بالمكان في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى مؤسسات التحالف الوطنية قوافلة مساعدات لأهالي قرية أبو الغيت بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بنجهز الأسر المفروض أن هي الأكثر احتياجا وبنحاول نقدم لهم المساعدات والخدمات الممكنة اللي ممكن نقدمها سواء كانت أجهزة عينية أو أسقف الأسر اللي ما عندهاش أسقف يعني بنحاول نساعدهم في الأسقف بعد كده في حاجات خدمات تانية زي البراعم زي المسنين طبعا زي محو أمية تحفيز قرآن دي أنشطة كتير موجودة عندنا احنا بنشتغل عليها عندنا 34 أسرة اللي 34 أسرة دول بلكبلهم سقف خشب السقف ده بيبقى عبارة عن عروق وورق بنبتدي نعمل استكشاف أول حاجة للأسرة نشوف الأسرة دي مستحقة ولا لأ بعد ما بنشوفها مستحقة لا بنبتدي نعمل طلبية ونشوف المقاسات بتاعة البيت وكده وبعد ما بنشوف المقاسات بتاعة البيت بنبتدي بقى نطبق بقى في القافلة النهار ده يعني نحنا المفروض ان احنا بنجمع الأطفال كل سنة في قرية معينة بنروح القرية بنستكشف الأطفال في البيوت بنبدأ نقيمهم ونعرف مستواهم نستوى كل طفل إيه ونبدأ على مدار السنة كاملة ننمي مهارات الأطفال نحنا بنكون عارفين مستوى من أول ما بدأنا معاه وبعد كده بنبدأ على في خلال السنة نحنا ننمي مهاراته لحد ما نوصل بين مستوى معين وبنبدأ خلال السنة ان احنا كل فترة بنقيمه عشان نشوفه ووصل لحد فين تنمية القدرات دي بيكون من خلال تعليم فنون تنمية المواهب، بنشوف مواهب كل طفل إيه ونحاولنا نمهاول القوافل تضمن التركيب وصلات مياه وبناء أسقف لمنازل وتنظيم زيارات للمسنين إلى جانب الصيانة المساجد بالقرية وتنظيم مجموعات لمحو الأمية وتنمية مهارات الأطفال يعني تعلمنا من أول الآلف للآخر وتعلمنا كلمات يعني الحمد لله دلتش بينا نعرف نقرأ ونكتب تعلمنا نعرف نكتب اسمنا مثلا تعلمنا حاجات مثلا نجيبنا حاجة من الصيدلية ولا حاجة نعرف مكتوب فيها إيه مكتوب عليها إيه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية تشارك به كبرى الشركات إضافة إلى العشرات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا جنبا إلى جنب مع الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين